وبالتالي حضراتكم شايفين يمكن التقرير النهاردة بتقول أو تأكيد للمفاجآت الكثيرة في الدور السعودي ونماري النهاردة هو أحدث مفاجآة في الدور السعودي الحقيقة الدوري النهاردة الحقيقة نادي الهلال السعودي بيعلن عن التعاقد مع طبعا الموهبة الكبيرة البرازيلي نمار ونجم طبعا فريق باريس سان جرمان بعد ما خضع خلاص خضع للفحص الطبي ونجح في عبوره ووقع رسميا لنادي الهلال السعودي طبعا الكشف في الساعات الأخيرة اللي فاتت ان باريس سان جرمان تقريبا تقريبا حصل على 100 مليون يورو مقابل الصفقة نمار هيحصل على راتب سنوي بـ 80 مليون يورو ده تقريبا تقريبا دعف اللي كان بيحصل عليه مع باريس سان جرمان هياخد في السنتين حوالي 160 مليون يورو الأرقام كبيرة جدا جدا وزي ما أقول لحضراتكم يمكن نمار كلب فريس سان جرمان السيف أن تنتقاله في سيف 2017 كمان مبلغ كبير جدا وصل حوالي 220 مليون يورو عشان يضمه طبعا من بارشلونة ما عايز أقول لحضراتكم كمان تقديمه يوم الأربع بعد بكرة في الرياض في حدث ضخم جدا زي ما حصل أكيد في تقديم رونالدو الحقيقة اللي بيحصل في الدور السعودي كل يوم مطير جدا جدا ويعني فيه تساؤلات كثيرة جدا على ما هو القادم في الدور السعودي والكرة السعودية هنتكلم زي ما قلت لحضراتكم بالتفصيل النهاردة معنا نجمينا محمد البرومي هنتكلم في هذا الملف اشتركوا في القناة